السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حل مشكلة تطبيق التيك توك لا يعمل أو لا يوجد اتصال بالأنترنت طبعا سبب هالمشكلة أما رح يكون من تطبيق التيك توك نفسه أو من الدولة يلي أنت مقيم فيها بفيديو اليوم رح نعرض طريقتين لحل هالمشكلة سواء كانت من التطبيق أو من الدولة يلي أنت مقيم فيها بلما نطول بالمقدمة كتير خلونا نروح على الشرح فورا إذا نصدقاي الطريقة الأولى رح تكون على الشكل التالي بالبداية إذا ظهرت عنا مشكلة تطبيق التيك توك لا يعمل رح نطبق خطوطين لحل هالمشكلة الخطوة الأولى رح نروح على متجر جوجل بلاي وبعدين رح نروح على البحث ونكتب تيك توك ونشوف إذا تطبيق التيك توك بده تحديث رح نحزه وإن شاء الله بعد التحديث رح تنحل المشكلة أما الخطوة الثانية رح نروح على الأعدادات بعدين رح ننزل على التطبيقات بعدين إدارة التطبيقات ورح نبحث عن تطبيق التيك توك ورح نضغط على التيك توك بعدين رح نضغط على التخزين بعدين مسح البيانات بعدين مسح جميع البيانات وهاك رح تنحل المشكلة إن شاء الله بس طبعا بهالخطوة لازم تكون حافظ إيميلك والباسورد لأنه رح يعمل تسجيل خروج بهالخطوة الطريقة الثانية طبعا هاي المشكلة بتصير ببعض الضول فقط وهي تطبيق التيك توك لا يعمل أو لا يوجد اتصال بالأنترنت ولحل هالمشكلة كمان رح نروح على متجر جوجل بلاي ورح نحمل أي تطبيق في بي اين وبعدين رح نشغل تطبيق البي بي اين ورح نختار أي دولة أخرى عدد دول المحظورة وبمجرد إنه يتم الاتصال رح نروح على تطبيق التيك توك ونفتحه وإن شاء الله رح يشتغل وتنحل المشكلة هاي هي الطريقتين لحل المشكلة وطبعا الطريقتين مجربين وإن شاء الله رح تنحل المشكلة عندكم كمان هات كانت كل شي بخصوص فيديو اليوم بتمنى تكونوا استفدتوا منه ويا ريت ما تنسوني من الدعم عن طريق الاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشترك وتفعيل زر الجرس مشان يوصلك كل شي جديد على القناة ووصلوا هالفيديو إلى أكبر عدد من اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته